تصديف المملكة العربية السعودية هذه الأيام ملايين المسلمين حول العالم لأداء مناسك الحج وسخرت لأجل ذلك كل الإمكانيات البشرية والمدية المتاحة لضمان راحة وسلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام إلا أنها وفي خضم ذلك لم تغفل عن إيصال شعيرة النحر في عيد الأضحى المبارك إلى سائر بلاد العرب والمسلمين حيث شرعت منظمة التعاون الإسلامي في قطاع غزة وبتمويل من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية في ثاني أيام التشريق بنحر الأضحى وتوزيعها على ألاف الأسر الفقيرة والمعوزة هذه الأضحى تأتي في وقت تزاد فيه صعوبة الأوضاع الحياتية والمعيشية لمواطن القطاع في ظل تزايد الارتفاع المعدلات البطالة والفقر والعدام الأمن الغزائي يأتي مشروع التوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة في عيد الأضحى المبارك تيمنا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بدعم كريم من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية السعودية ويأتي المشروع للمساهمة في تخفيف الأعباء المختلفة وتسهيل حياة المواطنين في قطاع غزة توزيع الأضاحي على الفقراء والأسر المسطورة عمل على تخفيف وطأة ما وقع عليهم جراء الظروف الاقتصادية الصعبة في القطاع وأدخلت فرحة وبهجة تغيب عنهم طويلة أكيد بنكون مبسوطين كثير لأنه فيه ناس بتفكرنا فيه ناس بتذكرنا لما بتذبح بتجيبنا لما بصير فيه مساعدات بتذكرنا بتفكرنا أشكر هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية اللي جيتوا يوم العيد وفرحتونا والله يوم العيد احنا بنستنى يعني من السنة للسنة ورغم انخفاض أسعار الأضاحي هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية إلا أن الإحصائيات الاقتصادية تشير إلى تراجع إقبال المواطنين على شرائها ما يدلل على مدى ما وصلت إليه أوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية تترك مشاريع الأضاحي التي تنفذها المملكة العربية السعودية في كل عام أثرا عظيما في قلوب ونفوس المتعففين وذوي الحاجة من المسلمين وإبراز مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام محمد بعلوشة الإخبارية قطع غزة